اشتركوا في القناة من تكليفات واضحة ولا بد من حضور حقيقي الجمال العمومية لمساندة المجلس القادم والنقيب ايا كان النقيب وايا كان عضاء المجلس القادم نحن لدينا قائمة طويلة من القضايا لدينا قضايا الزملاء المحبوسين لدينا قضايا الشهداء الصحفيين التي مادرت عالقها كشأن كل قضايا الشهداء في هذا الوطن الذي ضعت حقوق شهداءه نحن لدينا قضايا لا علاقة بالفصل لدينا قضايا التشريعات الصحفية وتأسيس نظام إعلامي جديد من أجل يؤسس لحرية مهنية حقيقية نحن نريد نقابة مختلفة تحمل جميع وتشمل جميع وأتمنى أن تحمل جميع وأن تفتح بابا لحماية جميع الزملاء إذا لم تكن هذه النقابة قاضرة على حماية جميع الزملاء فأظن أنها سيكون هناك محاولات أخرى وساعاتها لا في سبيل إلا أن نحمي من يعملون بهذه المهنة بعد هذا الاجتماع وبعد الخروج بتوصيات حقيقية حول ما يجري نحن أمامنا التصويت الذي سيمتد لخمس ساعات ثم بعدها تجري عمليات الفرز ونتمنى الفوز للجميع ونبارك للفائز ونبارك للنقابة بشكل عام بإنجازها سليم